أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يصبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويسكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ظلف ظل العظيم مثل الذين حملوا الدورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البعي ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهبا وفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين